دون حلول واقعية ونهائية يتجدد الجدل المستمر منذ سنوات بشأن حقوق المحاضرين المجانين الذين يستقبلون كل حكومة جديدة بتظاهرات حاشدة للمطالبة بحقوقهم بلا جدوى أكثر من مراء تقطع الحكومات وعدا بنقلهم من نظام العقود للتثبيت الدائم على الملاك التربوي ويقدمون أوراقهم منتظرين إنصافهم مع كل ميزانية جديدة ولكن يتم تجاهلهم رغم أنهم يعتبرون دعامة أساسية للنظام التعليمي في العراق ويشكلون نسبة كبيرة من العاملين في قطاع التعليم وتشهد بغداد والعديد من المحافظات تظاهرات مستمرة للمحاضرين المجانيين فيما أصبحت هذه التظاهرات خلال الأيام القليلة الماضية تجري بشكل شبه يومي للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم مع تنوع أماكن التظاهر سواء أمام مقر وزارة التربية والمالية فيما يتظاهر أصحاب العقود في وزارة التعليم أمام مقر وزاراتهم للمطالبة بتعيينهم وزارة التربية ترمي الكرة في ملعب وزارة المالية وتحملها المسؤولية عن تعيين المحاضرين المجانيين حسب التخصيصات المالية المتوفرة وتحويلهم من نظام العقود للملاك الدائم وصار في جميع مستحقاتهم المالية وعلى الضفة الأخرى ترى وزارة المالية أن هذا الملف يجب حله عند وزارة التربية ابتداء ليبقى المحاضرون المجانيون تائهين بين الوزارتين والتين تردان المماطلة في القضية ووضع العراقي لأمام حلها وفيما تسود المحسوبية والرشاوة في اعتماد المعينين في مؤسسات الدولة يجد الآلاف من الخريجين أنفسهم خارج نطاق التوظيف رغم أنهم يحملون شهادات جامعية قديمة بينما خرجون جدد ومن جامعات أهلية يأخذون مكانهم في التوظيف لاعتبارات حزبية وشخصية